موسيقى مساءكم خير كالعادة وكل أسبوع الجمعة حلقة فيها كتير من التفاصيل بنهتم جدا أنه نكون بالنقش قضايا وموضوعات أعتقد أنها على مدار الأسبوع ممكن تكون حصلت النهاردة يمكن أقدر أقول هبدأ من النهاية زي ما تكلمت مع الزمالي عندنا الموضوع الرئيس هو فكرة سوق السيارات بكل الأسهلة اللي بتدور في بال الناس الحالة الجمود والركود اللي حصلة بقالها وقت طويل جدا بسبب عدم استقرار سعر الدولر والبدائل المطروحة في السيارات الكهربائية كمان في كلام ظهر وأعتقد أنه عند قطاعات كتير من الشباب والمهتمين عن مبادرة التمويل العقاري والناس تروح تسأل في البنك يقول لهم المبادرة ووقفة النهاردة عندنا يعني تحقيق سريع كده لتفاصيل هذا الأمر ونستودع هل فعلا مبادرة التمويل العقاري ووقفت وهل معقول تقف وهل نقدر على أننا نعطل السوق العقاري بهذا الشكل ونحرم ملايين من المستفيدين من هذه المبادرة دي أسئلة مهمة جدا النهاردة لكن خلوني أبتدي معاكم بموضوع أعتقد أنه ما هيش المرة الأولى أبدا اللي نتكلم فيه وما هيش المرة الأولى اللي يبقى فيه سجال ما بين الرد المصري حول مسألة حقوق الإنسان في مصر والاتهامات أو الادعاءات أو التقارير الدولية بالمناسبة التقارير الدولية تصدر عن أي بلد لكن أعتقده في الفترة الأخيرة والحقيقة أنه من سنة مصر علشان تقفل هذا الباب بقول لحضراتكم أنه إحنا بقالنا سنوات فيه باب مفتوح كده بتنسيق بقدر كبير من الأمور اللي يجانبها الحقيقة في كتير من التفاصيل يعني سهل جدا أنك تاخد عنوان مش حقيقي مش مكتمل وتكتزئه وتعمل بيه مشكلة حقيقة وتصدرها للخارج ده اللي مصر بترفضه مصر عمرها ما قالت إحنا حلنا كل مشاكلنا الداخلية مصر بتتكلم طول النهار بنتكلم عن لجنة العفو الرئاسي عن إعادة تقدير فكرة الحبس الاحتياطي مصر بتتكلم عن حقوق الإنسان وبتعمل مجلس لحقوق الإنسان وتعيد تشكيل وتعيد إصدار نفاق أو وثيقة حقوق الإنسان من سنة فاتت لو حضراتكم فاكري أنا بس عايزة شارك حضراتكم بالخلفية دي قبل ما نتشارك كمان بأنه نهاردة مجلس النواب أصدر بيان رد على قرار الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر مجلس نواب اتكلم أنه انبارح ظهر هذا القرار وبحسب مجلس النواب الرد كان كالتالي أنه قرار هذا البرلمان الأوروبي بني على حزمة من المغالطات والإدعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصر البرلمان أكد على ثلاث أفكار أو ثلاث عنوين اعتبر أنها موسيقى وغير حقيقية وغير دقيقة وبعضها غير ممكن أولها الكلام عن أنه فيه إعدام للأطفال في مصر دي حاجة حتى وإحنا بنسمعها كده من الرد الحقيقة أنه الوصول إلى البيان الأصلي صعب شوي لكن دي مسألة أعلن البرلمان رفضه التامل التامليها المسألة الثانية هي مسألة أنه حالة الطوارئ حالة الطوارئ متوقفة من مصر لكن أبان بيقول أنها ما زالت مستمرة الحديث عن علاء عبد الفتاح وعن أسماء أخرى والنظر في قضاياهم أيضا بجزء من الحقيقة مش بكل الحقيقة إحنا معنا على تليفون سيادة النائب طارق ردوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري واللي ببساطة ممكن لخصنا هو بيان كبير هام وبيرد على أو بيفند كل الدعاءات البرلمان الأوروبي أستاذ طارق ردوان ممكن يشرح لنا السؤال اللي محيارني أنا شخصيا هل هو يعني ترتيب ممنهج ومحاولة ممنهجة للنيل من مصر تحديدا ولا هي جهود بتتحرك في هذا الاتجاه فبتحرك الرأي العام العالمي وتحديدا في المنان الأوروبي كل مرة في هذا الاتجاه مساء الخير أولا دكتور طارق سيادة النائب أولا خلفية هذا البيان لمجلس النواب اهتم جدا أنه يرد على هذه النقاط وكيف قرأتم قرار البرلمان الأوروبي رد مجلس النواب اليوم على البيان الصادر من قبل الاتحاد الأوروبي برلمان الأتحاد الأوروبي نفاع أمس أو يعني زهر أمس ما هو إلا نتاج لمحاولات البرلمان الاتحاد الأوروبي في الاستمرار في سلسلة المغالطات والأكذيب والإدعاة المخالفة للحقيقة والتي لا تمت بسلة مباشرة أو غير مباشرة لوضع حقوق الإنسان في مصر زي ما حدك تفضلت في معرض حديث حدرتك في الأول أن مصر لديها تحديات ولكن الاستمرار في تقليل ما قدمته مصر من إنجازات في ملف حقوق الإنسان بشكل واضح وصريح أصبح غير مقبول فإذا كنا نتحدث عن أوضاع حقوق الإنسان خلينا نرجع 10-15 سنة وراء ونقارن أوضاع حقوق الإنسان في مصر وما حدث الآن من تنمية في ملف حقوق الإنسان لو بنتكلم على أوضاع حقوق الإنسان أوضاع حقوق الإنسان لا تتجزأ يعني ما ينفعش أتكلم على الحقوق السياسية وأغض البصر عن الحقوق الاجتماعية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية والأمور التي تمثل المواطن المصري بشكل مبسر استمرار برلمان تحديدا برلمان الاتحاد الأوروبي في تصدير قوالب بغض النظر عن مجريصة أمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فيها الدول ما ينم على جهد هو أنا كمان سيادة ده سؤالي تحديدا أنا كمان يعني رجعت كده أقرأ شوي عن الموضوع لقيت أنه تقريبا بشكل سنوي يصدر بيان بهذا السياق وتختلف التفاصيل رغم أنه مثلا سيادتك وفي لجنة من البرلمان كنتم في البرلمان الأوروبي قدمتم شرح البرلمان الأوروبي ووفد البرلمان الأوروبي زار مصر قل لي حضرتك إزاي شايف هذا التكرار وهذا الإصرار رغم كتير من التوضيحات يعني إذا افترضنا جدلا أنصف حقائق بتصل إليهم بأشكال مختلفة تمحنا بنقدم الحقاق لا يعني مش أنصف حقائقية أجندات ممنهجة يعني زي ما حضرتك قلت دلوقتي كان عندنا في أبريل الماضي تحديدا في 13 أبريل 2022 كان السيد إيمون جيلمر وهو مبعوث الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي عفوا لمصر قام بالزيارة وانتقى في خلالها وزراء تنفيذيين وكذلك أتى إلى البرلمان واستقبلته في لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب وكذلك أيضا زميلي أناب محمد هيب عوض مجلس الشيوخ ورئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ استقبلوا واستتبع هذا أيضا عدة دقاءات مع المجالس القومية المختلفة سواء كان المجلس القومي للحقوق الإنسان أو المجلس القومي للمرأة أو المجلس القومي للإعاقة أو المجلس القومي للأمومة والطفولة والحقيقة استتبع هذا عمل تقرير قوي جدا في حق نصر وأشادة السيد جيلمر بحجم الإنجازات التي تمت على ملاثة حقوق الإنسان تحديدا في مصر استدبع هذا أيضا الإشارة في تقريره لزيادة حجم حقوق المرأة تحديدا والصفل وزويل إعاقة من تمييز نيجاتي لأوضحهم في مصر يعني وعشارة في تقريره لتنفيذ مرأة في البرلمان وكذلك السلطة التنفيذية بالمجلس والحقيقات التابعة لها سواء كانت محافظة وأيضا بنتكلم على السلف القضائي أيضا سيادة النائب حضرتك كمان في بيان مجلس النواب النهاردة أو في رد مجلس النواب النهاردة كفي نقطة مهمة جدا أنه بيان الاتحاد الأوروبي أغفل كل جهود اللي حصلت في قاب 27 أغفل مشاركات الشباب في الحياة السياسية والاجتماعية هل حضرتك شايف أنه بناء على كل المحاولات اللي كانت بتحصل في قاب 27 لتشويه صورة مصر قد يكون هذا البيان استمرارا لهذا؟ هو ده مش استمرار ده هو النهج يعني الخطة الموضوعة أو الاستراتيجية الموضوعة لمحاولة الضغط على مصر في المالفات التي تمس حقوق الإنسان فإذا كنا نتحدث عن هذا لماذا تم إخفال أو غض البصر عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أتوقع السيد الرئيس في سبتمبر الماضي وما استدبعه من التزام من قبل السلطة التنفيذية بضمانة من السيد الرئيس وأيضا دور المجلس النواب في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية والضامن الحقيقي للمواطن والمنظمات المجتمع المدني بشكل خاص على تنفيذ ما جاء في طياطة الاستراتيجية الوطنية من تشريعات أو التزامات التنفيذية من قبل السلطة التنفيذية أيضا لماذا أخفل الغرب أو برلمان الاتحاد الأوروبي تحديدا إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي والذي استدبحها صدور قرار السيد الرئيس أو قرارات السيد الرئيس بالعفو عن ما يقرب من 1200 سواء ساجين حصل على أحكام نهائية أو محفوصين احتياطيا على زمة قضايا تتعلق بالرأي عندي سؤال أخذ البرلمان الأوروبي استحداث مصر للحوار الوطني وتقسيمه لتماع الرأي والرأي الآخر من الأغلبية ومن المعارضة ومحاولة انصهار هذه الأراء في إطار توصيات يتمخد عنها تشريعات في المؤسسة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب كانت تاج للحوار الوطني لماذا الإختار ومحاولة شخصانة قضايا عفوق الإنسان بعشخاص تضرت في شأنهم أحكام قضائية ولا شأن السلطة التشريعية أو السلطة التنتزية في التدخل أو تضارب السلطات ما بين السلطة القضائية والسلطة المختلفة أنا كمان يا سيات النائب عاوزة أخذ مثل من الإدعاءات اللي المجلس رد عليها النهاردة هو إدعاء مرعب بالحقيقة فكرة إعدام الأطفال تفنيد هذا الأمر أعتقد أنه أمر مفيش أسهل منه أفهم جدا أنه فيه فرق أنه فيه بعض الدول عندها الإعدام كله بشكل قطعي ومن ضمنها أوروبا طبعا أنه يعتبر من الأمور الممنوعة لكن فكرة أنه يتهمك بتهمة زي دي إزاي نقدر نرد وأنا عارفة أنه البيان كمان رد عليها بشكل حاسم جدا أعتقد أنه يعني لن أجد أكثر من الآية الكريمة إذا جاءكم فاسق بنا فتبينوا هم يرفضون الاستبيان أو استبيان الحقائق الخاصة بهذا الرافض الرئيسي باستبيان هذه المعلومات كبرلمانين هو البرلمان المصري المنتخب من قبل المجتمع المصري لماذا لا يتحدثون معنا ويفتحون لنا المنابر كما يفتحون للطيرات الممنهجة أو المواكهة ضد المصري هذا سؤال أعتقد ممكن يكون فيه إجابة على كثير من المغالطات أخيرا سيادة نابة أنا أعتقد أنه أطلنا عليك أخيرا إيه اللي ممكن يترتب على هذا البيان أو إيه الأثار ولا أي شيء لأن هذه تصدر فقط للشوء الإحلامي وهي ليست ملزمة كبيانات أو توصيات جاءت في صياط هذا البيان للدول المعنية أو الدول الأعضاء في الاتخاذ الأوروبي أو أكد مرة أخرى بصفتي نائبا عن الشعب ورئيسا للجنة فصوق الإنسان أن منبر الفرلمان المصري منفتح على الجميع نستمع للرأي والرأي الآخر مستعدين للتقاور مستعدين لتقبل النقد ولكن النقد البناء المرسل من الصديق والدعم وليس بلغة الاستعلاق التي جاءت في صياط هذا البيان بشكرك شكرا جزيلا سيد النائب طارق ردوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وأعتقد أنه هذا رد مهم جدا الذين يعتبرون أن نصرة المجتمع الدولي وأنك تقدم صورة مغلوطة عن بلدك المجتمع الدولي هو نصرة لهم زي ما سيد النائب قال هذه بيانات لقيمة لها إذا كنا بنقيس بحجم البيانات مرة تانية مشاكل الأوطان الداخلية تحل داخل الأوطان مهما كانت تفاصيل والحقيقة أنه في هذا السياق تحديدا التفاصيل في صالح الحقيقة يعني اللي بتقول لك أنه ده كلم مش حقيقي جملة وتفصيل خلونا نروح بقى من علم البيانات المتبدلة إلى علم البهجة المطلقة وكرة القدم للمهتمين والغير المهتمين هي واحدة من أدوات البهجة وأدوات نقدر نقول إدارة الروح المعنوية في العالم نهاردة كان اليوم الأول من الجولة التانية لمباريات كأس العالم في قطر ونهاردة كان فيه أربع مباريات طبعا كان فيه متابعة شديدة من المصريين لمباراة السنغال أمام قطر وكان فيه خسارة لقطر بثلاث أهداف مقابل هدف قطر أول منتخب رسميا كده بيغادر المونديال كمان النهاردة إيران فازت على ويلز بهدفين دون مقابل وده برضو أداء كان مفيه يعني مونديال كله مفاجئات أداء إيران في المباراة الأولى عكس هذا الأداء تماما هولندا النهاردة تعادلت مع الإكوادور بهدف لكل منهم وحاليا دلوقتي وحنا نتكلم إنجلترا وأمريكا بيولاقوا بعض ولحد دلوقتي التعادل السلبي تفاصيل عن أجواء كأس العالم في قطر بينضمن إلينا من دوحة محمود شاكر مراسل التلفزيون المصري مساء الخير أستاذ محمود مساء الخير عليك يا إلينا ومساء الخير على جميع مشاهدي تلفزيون المصري في كل مكان من هنا من العاصمة القطرية الدوحة تحديدا من أمام أستاذ خليفة اللي كان بيحتضل مباراة السرغال وهولندا عفونا هولندا النهاردة والإكوادور في المباراة كانت قوية جدا جدا والإنتهت بالتعادل واحد واحد خليني زي ما أزايا أخذ من كلامي كدينا إن فعلا البهجة والقرحة وكل حاجة في كرة القدم بطبعا بتطفي نجحة معينة على الجماهير في كل العالم ومتابعتها في كاس عالم رائع جدا بتقدموا قطر لحد النهاردة بالرغم من الأداء السيد جدا جدا لمنتخب قطر اللي تلقى هزيمته الثانية النهاردة وللأسف ودع البطولة عشان بيحقق رقم قياسي وهو أول منتخب صاحب أرض يعني يستضيف البطولة ويطلع من البطولة في نفس الوقت زي وزي المنتخب الجنوب أفريقي في 2010 هما المنتخبين الوحيدين لصداف البطولة وطلعوا من الدور الأول خليني أبتدين لك النهاردة كان يوم حافل جدا بالمباراة ولسه في مباراة كانت دلوقتي بين أمريكا وإنجلترا المباراة الأولانية النهاردة كانت ساعة واحدة وظهر من بتوقيت الدوحة كانت مباراة ما بين إيران اللي كانت مفروض جريحة بعد هزيمتها تقيلة جدا جدا ستة اتنين أمام المنتخب الإنجليزي في الجولة الأولى ولكن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق اللي كلنا طبعا على درية كبيرة به بعد الهزيمة الكبيرة كل توقع عن الفريق فكه وللفريق خلاص إيران هتخرج من البطولة بسهولة ولكن النهاردة بيعملوا مباراة رائعة رائعة جدا ويقدروا يفتسابوا في تلاس تسعين بعد ديئة تسعين في الوقت بدلت ضايع اتنين سفر عشان إيران تحصل أول سلاس نقاط لها في المجموعة وتشعل المجموعة بشكل كبير جدا عاوز أقولك أن الجولة التالتة الأخيرة كل المنتخبات كده عندها أمل في التأهل للدور التاني فالمجموعة اشتعلت كارلوس كيروش اللي وجه انتخادات كبيرة جدا في إيران بسبب ضمه عناصر معينة وكانوا الاتحاد الإيراني عاوز يرغم عليه ما يضمش العيبة دي ولكن العيبة دي ضمها وهي قدرت النهاردة اللي تحرز له الأهداف وقدرت النهاردة أن هي تحرز له الثلاث نقاط عزيني نخش على المباراة التالية اللي كانت للأسف حزينة جدا لجميع الجمهور العربية وهي منتخب قطر لطلق هزيمة كبيرة أمام المنتخب ودي عايزة أسألك عليها محمود عايزة أسألك مش بس عن هزيمة منتخب قطر لكن عن المشجعين يعني بالتأكيد هي كورة وهو أداء واستعداد لكن أخبار المشجعين إيه الحماس بقى في الملعب كان مهم جدا أنه فعلا الفريق المضيف يكمل شوية يعني أكيد المفروض المفروض ده اللي كان يحسين عاوز هو اللي كان قصة من قبل المباراة البطولة دي وكان جميع الروابط هنا الروابط العربية انشئت بقى في كاس العرب اللي كان معمول في قطر من حوالي سبع أو تمن شهور دايما كل الروابط دي بيجمعوا بعض بيروحوا دايما لكل مباراة المنتخبات العربية عشان يقدروا يشكعوا ويقوموا بالدور الكبير النهاردة الملعب كان منتالي على آخر طبعا بجمهير العربية طبعا كان أغلبهم قطريين ولكن كان فيه برضو جمهير مصرية وكان فيه جمهير ثمسية وكان فيه جمهير مغربية في شكل جميل جدا وأشعالوا حماس الملعب ولكن للأسف أخطاء فردية بتقع فيها قطر زي المباراة الأولانية الخطأ الأولاني كان من العيب اسمه خوخي بعلم المفروض أنه هو العيب كبير عاوز أقول لك هدينا مشكلة كانت الكبيرة أصلا في منتخب قطر أن منتخب قطر اتجهز المنتخب زيادة عن اليزوم الغاية لما الموضوع ألب معهم بضغط عكسي وللأسف قطر خسرت المباراتين ولكن الأجواء هنا رائعة طبعا أنت عارفة النهاردة الجمعة الجمعة والسبت أجازة رسمية زينا عندنا برضو في مصر فالجماهير مش جماهير بس الكرة اللي في كل حيطة لأ حتى المختربين والمقيمين والشعب القطري نفسه كله في الشارع زحمة جدا جدا النهاردة ومبارح سوق واقف مفهوش مكان لرجل نفس الكلام برضو في ضرب اللوسيل ده اللوسيل بوليفارد ده واحد من أكبر الأماكن اللي موجودة هنا احنا شايفين صورة اه الأماكن كلها وراها دوبك أنا حاولت كده حط الكاميرا في حتة بيبقاش فيها زحمة فطبعا كلنا يعني زعلانين على المنتخب القطري لكن بقى يعني بكرة في مباراتين مهمين جدا للمنتخب التونس يمام المنتخب الاشترالي المنتخب التونس اللي عمل أداء أكثر من راعة قدام الدنمارك الأسبوع اللي فات والجمهور التونسي هنا كبير جدا يا دينا يعني عاوز أقولك الجمهور التونسي هنا وتقريبا التاني أجبر جالية عربية بعد الجالية المصرية دول زواء حتى مغتربين يعني بيشتغلوا في قطر مش بس زوار من أجل التشجيع بالزبط كده مغتربين وفيه هنا يعني كل حاجة هنا متسرة وكل حاجة سهلة يعني عاوز أضف لك حاجة كده جديدة فيه هنا عامين أسويرة كده لما يكون حد رايح الملعب ويكون معاه أطفال عشان مثلا التدافع والزحمة اللي بتبقى موجودة الأطفال دي بتروح يجيب لهم صورة كده معينة مربوطة بجي بي اس بحيث إن لو فيه أي طفل ولا حاجة ضاع الجي بي اس على طول يقول لك المكان بتاع الطفل ده فين تنظيم هنا أكتر من رائع بكرة مباراة المنتخب التنسي مش هتكون سهنة أكيد ودام المنتخب الأسترالي ما عاوزين بقى نتكلم على المنتخب السعودي المنتخب السعودي بكرة عند مباراة قبل بكرة أنا مبسوطة بحماسك يعني يا حسن عايزة يجي عندكم بس أنا قبل ما أتكلم عن بكرة عايزة أسألك عن إصابة نيمار لأنه كان فيه ردود أفعال كتيرة عن إصابة نيمار وقلنا هل فيه أخبار عن أنه يقدر يستكمل مباراة المونديال وأنه يشارك فيه المباراة القريبة أو لا هو نيمار مبرح بعد ما أصيب عاوز أقولك ورايا بالصبت أستاذ خليفة جنب أستاذ خليفة دي فيه أكاديمية أسفاير وجنبها مستشفى أسبيتار دي واحدة من أفضل المستشفيات التأهيل الرياضي في العالم كله يعني عاوز أقولك أن أكرم توفيق مصطفى فتحي لعيبة كتيرة جدا من المنتخب المصري ومن الأهل ومستمالي كان بيجو أهله هنا فيها نيمار مبرح راح هو عمل أشعة ولكن هم قالوا أن هم هيستنوا الورم يروح شوية عشان يقدروا يشوفوا هل ممكن يكمل ولا لأ ولكن بنسبة كبيرة نيمار ممكن يكون موجود بس مش ممكن يكون موجود في المباراة جاية ممكن من المباراة اللي بعدها فيه برضو إصابة تانية في المنتخب برازيلي دانيلو ولكن ده مش هيبقى موجود في المبارتين الجاية طبعا نيمار هو واحد من السوبر ستارز اللي في العالم كله فكل الناس قاعدة في استنياه منتخب برازيل أدى أداء أكتر من هاي فكرنا ببرازيل بتاعت زمان مهارات وفرديات وريتشالسون المهاجم البرازيلي جاب جن من أحلى الأهداف اللي أحرزها في البطولة فنيمار إن شاء الله يعود عشان إحنا هنستمتع به ونستمتع بكل النجوم اللي موجودين هنا وبرضو المنتخب السعودي زي ما أخد بقى أقولك على المنتخب السعودي بكرة منتخب السعودي تقريبا السعوديين يحتلوا البلد دي أحد السعوديين في كل مكان طبعا نظرا للحدود القريبة اللي بين السعودية وقطر السعوديين هنا اتمانوا في شكل كبير جدا جدا أكتر مباريات عليها زحمة في التذاكر وخلصت ومحدش قادر يجيب تذاكر لها منبارات المنتخب السعودي منتخب السعودي عاملين من فانزون لوحدهم خالص في أول الكورنش اسمها الجدام يعني زي قدام بيجمعوا فيها وبيعملوا ربطها وبيتمرنوا فيها زي هيشجعوا بيمشوا من عندها بالزبط يعني المباراة الفكت من مبارات المنتخب السعودي الساعة واحدة تجمعوا ساعة 8 الصبح مش وارا بعد في مسيرة مش وارا بعد في مسيرة عندي سؤال أخير يا محمود قبل بقى ما أصيبك إنه كلمنا عن الاستيعاب كان فيه كتير من الكلام قبل المونديال عن استيعاب قطر لهذه الآلاف التنظيم الاستيعاب مش بس داخل الملعب لكن حتى في الشوارع أنت بتكلمنا عن حماسة موجودة في كل مكان إيه الأخبار؟ بس أديني أنا أعرف صراحة من ساعة ما وصلت والله ما خدت بالزبط أكتر من بيتين ثلاثة في الجوازات ما فيش أي حد من الناس اللي بتيجي بياخد في الجوازات أكتر من بيتين ثلاثة بمجرد أن تتطلعي من المطار كل حاجة متيصارات وبيدونك فيها الخريطة وفيها الأماكن كلها الأماكن اللي بيبقى فيها المباريات كلها ممكن ترحيلها عن طريق المترو المترو مبارح استقبل 857 ألف راكب مبارح يعني الرقم الرسمي اللي طلع من المترو الرسمي بتاقطب 800-57 ألف راكب بيبقى فيه زحمة شوية في الحتة بتاعة استاد اللوسين إنما باقي الاستادات مفيش فيها أي مشاكل خالص الشرطة هنا وقفة في كل الشوارع لما قطر معظمها دايما إشارات إشارات في كل مكان وتقطعات بيقفلوا دايما إشارات وتقطعات المحيطة بالاستاد عشان بيطلعوا على طول السيارات والزحمة اللي بتبقى موجودة يطلعوا على الطرق السريعة ما فيش أي مشاكل خالص يعني أنا موجود في مرات كرواطية والمغرب عارف إنك عايز تفلي الموضوع كان سهل جدا لا أنا تبدي أقول لك حاجة بقى محمود أنا مش عايزة أقفلوا مفسوطة بحماسك لكن إحنا وقتينه فعلاً محدود أكيد 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 إنسي ميك قدينة جداً مشاهدينا زي ما اسمعنا من محمود يعني الأجواء صحية جداً للمتابعة دي حاجة لطيفة الكرة صحية جداً في صناعة الدهشة بالمناسبة كل المفاجآت اللي بتحصل في كاس العالم لحد دلوقتي أعتقد مرضية للمشاهدين حتى الآن بعد الفاصل عندنا وضعية مهمة زي ما قلت لحضراتكم في البداية مش من المنطقي وتاني أنا مصر على رأيي مش من المنطقي أن في ظل هذه الظروف الاقتصادية الطاحنة والضغطة يبقى في تفكير أننا نضغط ونضحن شبابنا ونقول أنه مبادر تمويل عقاري هتوقف بصراحة كده ومبادر تمويل عقاري من أهم وأفضل الحاجات اللي اتعاملت واللي رفع الروح المعنوية وديدي أمل لناس كتير مش كل الناس هتقدر تتملك في مشروعات الدولة مشروعات الدولة كتيرة جداً الدولة بتعمل إسكان شباب لكل الفئات وكتير ومتاح الحمد لله لكنه بطبيعة الحال مش هيقدر يوفي كل احتياجات السوق المصري المجتمع المصري اللي 50% منه شباب من حقه أنه يبقى متطمن على طرق التمويل والاستدامة في هذا القطاع المهم عندنا بعد فاصل سؤال كبير جداً عن التمويل العقاري في مصر خليكم معنا مساءكم خير معرفش كل الناس يعني متابعين ومركزين وعارفين اللي بيحصل في السوق العقاري لكن أقدر أزعم وأنا وثقة جداً أنه 60-70% من الناس معنيين بسوق العقاري جداً كجزء من حياتهم اليومين سواء أنت عندك عقار وعايز تعرف مستقبله الاستثمار إيه سواء أنت شخص عايز تستفيد وتستثمر في العقار وعايز تفكر فيه استثمار آمن أو ودول القطاع اللي يهمني بصراحة النهاردة أنت شخص فيه بداية حياتك وعايز تشتري شقة وبالمناسبة حق السكن ده واحد من حقوق الإنسان وإحنا فاهمين ده وقدرين نعرف خطورة وأهمية الإتاحة تحديداً في القطاع العقاري ما نقدرش أبداً نقول أن مصر عندها أزمة إسكان لا مصر فيها طبعاً أراضي كتير جداً تعمير وتطوير عقاري بشكل واسع جداً ومتسع فما نقدرش نقول أننا عندنا أزمة إسكان لكن كمان ما نفعش نخبي رأسنا في الرمل ونقول أننا عندنا قدرة شرائية تحديداً لهذا القطاع أنا بقول لحضراتكم دلوقتي إحنا دلوقتي بنسأل على قطاع الشباب إزاي الشاب في بداية حياته ومرتابه طبعاً لو قلت أقل من عشر تلاف جنيه الناس اللي مرتبها أقلب كتير من كده هيتخضوا ويزعلوا ويقولوا أنتم مش حاسين بالناس لكن خليني أقول مرتبه أقل من عشر تلاف جنيه يقدر يبقى عنده شقة يتجوز يعيش حياة طبيعية أنا بتكلم مش بس على القطاعات لكن على كل القطاعات كان للناس دي كلها في حلين حل الأول هو أن الدولة تتدخل والدولة تدخلت من سنوات طويلة وإحنا النهاردة بنحصو اطمار هذا التدخل فيه مشروعات قومية كبرى سكن مصر دار مصر وإسكان الاقتصادي دي الشباب بكل فئاته وأنواعه الموجود في كل مكان في مصر ده جزء مهم جداً من التدخل لكن يبقى أنه مستحيل أننا نقول هنلقي على الدولة كل هذه المسئولية الوحدة ومن هنا يجي دور التمويل العقاري وأهمية التمويل العقاري لقطاعات الشباب وأننا نحافظ عليه طب وقت الأزمة الاقتصادية إيه اللي ممكن يحصل هل البنك المركزي هتحمل وحده التمويل العقاري ولا هتقسم هذه على مؤسسات مختلفة وكل مؤسسة هتتحمل مسئولية الجزء اللي خصها من الدعم لقطاعات التمويل بكل أشكالها والسؤال تحديداً دور القطاع الخاص في ده يعني القطاع الخاص بتكلم هنا عن المطورين العقاري المطور العقاري من مصلحته هو كمان هو جزء من هذه المنظومة فمن مصلحته أنه لما يطرح مشروع المشروع ده يعني يخلص يتباع من مصلحته أنه يكون التمويل العقاري موجود وإحنا يا ما تكلمنا ويا ما حضراتكم سمعتوا أنه الحل الأهم لأزمة ارتفاع سعر العقارات اللي ما نقدرش نحلها دلوقتي لأننا في أزمة دولية هو التمويل العقاري دور القطاع الخاص إيه؟ خلونا نعرف بقى التفصيلة دي بقى من أهل الاختصاص وقبلا نبارك لدكتور أحمد شلبي على رئاسة المجلس العقاري المصري معنا على تليفون مشرفنا ودكتور أحمد شلبي بتسأل خير على حضرتك يا دكتور تسأل خير يا دكتور دينا وشكرا على التهناء الجميلة دي شكرا لحضرتك أنا بهاني حضرتك وبهاني أعضاء المكتب التنفيذي أنا عارفة أنه فيه توليفة شبابية كده للمجلس العقاري المصري تخلينا نتعشم فيكم خير ونسألكم بقى في تفاصيل كتير إن شاء الله إن شاء الله وإحنا تحت أمر حضرتك دكتور أحمد ببساطة جدا إيه اللي ممكن القطاع الخاص يقدمه لإنعاش مبادرة التمويل العقاري لتسهيل مهمة أو عبء كبير جدا كان بيقع على الدولة أو أجهزة الدولة والبنك المركزي لإنه يتحمل فاتورة التمويل العقاري وحده طيب لو سمحتي لي يعني أن أنا استفيد في الإجابة شوية لأهمية الموضوع ده هو مهم جدا وإحنا محتاجين نفهم جدا تفضل يا دكتور بالضبط كده عايزة أبتدي من الكلمة اللي حدرتك قلتيها أبل الفاصل اللي هي إنه طبعا مش من المنطقي في الظروف الحالية والأوضاع الحالية إن المبادرة الخاصة بالتمويل العقاري اللي هي مبادرة دعم الفايدة إنها في حدود 8% وفيه فوايد أقل 3 أو 5 على ما أعتقد بشرائح معينة إنها تتوقف ويمكن هنا عايزة ديس حاجة صغيرة بس إن أنا شايف إن المبادرات كلها سواء أنا الخاصة بالتمويل العقاري أو المقاولات أو السياحة أو الصناعة كل القطاعات الاختصادية التوقيت غير مناسب لتوقف ولكن لازم نوضح هنا نقطة وده فهمي للموضوع هو القرار خاص بالبنك المركزي ودعم البنك المركزي للفايدة ده طبعا بناء على طلبات صندوق ابنانك إنما ده لا يعني إن الحكومة لن تدعم الفايدة فأنا اللي فهمته من القرار إن اللي هيحل محل البنك المركزي في دعم الفايدة هو الحكومة من خلال الوزارات المختلفة المسؤولة يعني إحنا مثلا تابعين لوزارة الإسكان يبقى التمويل العقاري وقطاع المقاولات وزارة الإسكان هي اللي هتدعم الفايدة بتاعته بالتعاون طبعا مع وزارة المالية وده المفهوم اللي عندي يمكن اللي عمل مخبطة شوية إن قرار الوقف طلع دون تحديد آليات البداية بالزفر فعمل يعني بلبلة شوية في القطاع الخاص إن ما بقاش فعلا حتى عارف طب البديل هيتطبق إزاي والتعامل هيبقى إزاي والدنيا هتمشي إزاي يمكن دي كوزئية اللي محتاجة توضيح من الدولة حريك سألتي بقى سؤال المهم بقى اللي هو الخاص بدور القطاع الخاص يمكن هنا عايز أقول لحراك إن فيه تواصل كان بين القطاع الخاص والدولة ويمكن دولة رئيس الوزراء ومعالي وزارة الإسكان كانوا في اجتماع قريب معانا مجموعة من ممثلة القطاع الخاص في مجال العقارات ودي استماعات دورية بتحصل مع كل القطاعات ويمكن دي من الحاجات اللي القطاع الخاص بيشيد بيها دايما دلوقتي يفي تبادل وجهات نظر مستمر بين الحكومة والقطاع الخاص الاجتماع ده ممثلي القطاع الخاص تقدمه فيه عدة طلبات تخص التمويل العقاري وتحديدا هلخصهم في تلات محاور رئيسيين جدا المحور الأولاني هو خلسفة التمويل العقاري مع البنوك الخاصة بالإجراءات لكن أحد مشاكل التمويل العقاري إن الإجراءات بتطول جدا زائد إن عدد كبير من الطلبات بتترفض ده حقيقي وعايز أقول لحضرتك أنا بقى جاية من عند الشباب وبقول لحضرتك وده بيأثر جدا على صورة المبادرات نفسها يعني هاي المبادرات أصلا لخدمة الناس ولخدمة قطاعات مهمة بالنسبة للدولة استراتيجيا لكن فعلا طول الإجراءات ويمكن أنا أقول إنها هتعقدها ده كلام مصبوط تماما ويمكن إحنا هنا طالبنا بإن الضمانة تبقى الوحدة مش العميل سبب بطء الإجراءات وتأخر الإجراءات فحص ملف العميل فإحنا طالبنا إن يتم التعامل بضمانة الوحدة مش بضمانة العميل طبعا ده موضوع برضو محتاج شغل مع البنوك مش هيتمس يوم والييلة لأن هما اليوم إجراءاتهم واليوم ضعبتهم بس إحنا كاقطاع فاسو كمطورين على استعداد لدراسة الكلام ده وتوفير البدائل بحيث الإجراءات تبقى سريعة ممكن يا دكتور عوضة دي معلش قبل ما نروح للنقطة التانية أنا أسفاً يوقع عجب السنة عاوزة كل الناس تفهمنا إن الوحدة تبقى هي الدمان مش العميل يعني إن الوحدة تحتفظ الدولة بملكيتها مثلا تحتفظ البنك أو البنك تحتفظ البنك بملكيتها في حالة تعثر العميل بالضبط كده فكده محدش انضر لو العميل تعثر وإحنا قلقانين من قدرته على استداد للفترة الطويلة دي فيبقى البنك مخسرش رأس المال ده مظبوط؟ هنا خليني أوضح بقى ده كلام مظبوط تماما بس أوضح اعتراض الجنوك إن الجنوك مش عايزة تنتهي بأنها عندها محفظة عطارية كبيرة فإحنا هنا كمطورين قلنا إن في الحالة دي البنك يبقى مسئولية المطور إنه يحل المشكلة دي مع البنك نحط لها إليه إن الوحدة ترجع للمطور ويدخل وحدة مكانها بعميل آخر وهكذا فبحيش إن المسئولية يفضل المطور موجود فيها في حالة تعثر العميل كمشارك مع البنك فده يخف العبقة على البنك شوية فلا أقصده دايما التفاصيل بتحتاج شغلة أكتر بين أهل الصناعة سواء من التطوير العقاري أو من البنك محور الثاني بقى اللي حديث أشارت إليه المهمة جدا اللي هو دعم الفايدة طيب المطورين دورهم إيه دعم الفايدة هنا أنا بتمنى بصراحة إن موضوع دعم الفايدة ده يشمل كل وحدات الإسكانة مش بس يعني أنا عارف الحكم ركزة على الشباب وطبعا دول لهم أولوية بس أنا هنا بتتكلم عن الاقتصاد المجمل وعلى دعم الاقتصاد طبعا التمويل العقاري عمره ما ينجح في مصر غير لو الفايدة بقت منخافضة خلينا نتكلم كمرحلة أولى من 6% لـ 8% في المنطقة دي ده الحل الوحيد عشان التمويل العقاري ينشط الناس تتحمس للجوء فهنا لو هنتكلم على كل مستويات الإسكان لا إحنا محتاجين القطاع الخاص يبقى له دي طبعا لأنه الدولة مش هتقدر تبقى حاضر وتسد على هذا الطلب الهائل إذا فتحنا فعلا في قطاعات كبيرة بالضبط كده وهنا كان اقتراح المطورين أن يتعامل تندوق لدعم الفايدة يتم تمويله من شركات التطوير العقاري فيبقى هنا الحكومة تحمل اتعاب الإسكان الاجتماعي وما يخص الوحدات اللي الحكومة بتعملها هو تحمل القطاع الخاص عب الوحدات الأخرى بحيث ننشط السوق ويبقى صندوق دعم الفايدة ده طبعا ده موضوع كبير ولازم يدرس بتفاصيله لأن بقى مين اللي هيشارك فيه والنسبة قد إيه وقال إيه تصار في إيه يعني قصة طويلة بس الفكرة من حيث المبدأ لاقية كبول من جميع المطورين وهي فكرة أعتقد أنها فيها جزء كده مسؤولية مجتمعية أنا ما عرفش طبعا حديك صحح لي بس إنه المطور العقاري نفسه أو كل المطورين العقارين في مصر يكونوا جزء من حل أزمة ارتفاع الأسعار أعتقد أنه حل فيه جزء من المنطقية يعني طبعا جدا مسؤولية مجتمعية وفي نفس الوقت فيها عقد اقتصادي لأن ده هيؤدي في النهاية إلى تنشيط السوق العقاري وده هيعود بالفايدة على المطورين وعلى الإقتصاد المصري المحور التالت المهم جدا يقولنا وهو آلية التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء عرف حراك التمويل العقاري أحد أهم مشروطه للوحدة تكون مبنية ومتشطة وده للأسف ما بينطبقش على عدد كبير من مشروعات القطاع الخاص طبعا فدي انتهي الأمر إلى أن الوحدات المتاحة هي في الأغلب وحدات الدولة أو بعض وحدات القطاع الخاص المتاحة في بعض المشروع اللي هي فضلة ما تبعيش يعني ما هيش حاجة مميز بالضبط عشان نوسع المبادرة دي فاحنا بنقول عايزين آلية للوحدات تحت الإنشاء ودي ممكن اقترحنا آلية برضو انها تتم من خلال عقد الثلاثي في المطور وفي العميل وفي جهة التمويل العقاري ويبقى المطور بياخد دفعات من جهة التمويل العقاري مع تطور الأعمال الإنشائية والعميل بيسد على 15 سنة 20 سنة ونحط شرط ان الوحدات دي ما تاخدش تمويل آخر من البنك على أساس ما حصلش دابل فايننس أو تمويل مزدوئ فالثلاث محاور دول احنا أكدنا عليهم في اجتماعنا مع دولة رئيس الوزراء ومع معالي وزير الإسكان واعتقد الفترة اللي جاية احنا محتاجين نشتغل بجدية شديدة على ده لاني خليني اقول لحضرتك بصراحة السوق العقاري بيمر بمرحلة صعبة جدا والتأكيد والاستفاع التكلفة بطريقة غير مسبوقة عدم تناسب ده مع القدرة الشرائية للعملة هيعمل ضغط على سوق العقاري وهيعمل ضغط على الاقتصاد المصري بالضبط هلول اللي قلناها دي هتساعد على تنشيط الاقتصاد المصري لان القطاع العقاري بينشط الاقتصاد المجمل زائد ان هي هتساعد على الاتاحة زي ما حضرتك تفضلتي للعملة وكمان هتوفر شيء مهم ان هتخلي البودجت او الميزانية اللي العميزة يحطها في السكن مقبولة فتسمح له بالصرف في انشطة اقتصادية اخرى انا بشكرك يا ضغط يعني دي نقطة اعتقد انه غايبة على ناس كتير انه احنا ما ينفعش كل دايما كنا نقول كده انه فكرة تجميد رأس المال في واحدة عقارية مرة واحدة ده برضو مش صحي للاقتصاد يعني دكتور احمد اعتقد انه الخط في مشكلة بس يعني احنا وصلنا مع دكتور احمد محور اول تاني والتالت هما فلسفة الاجراءات التمويل العقاري وصندوق دعم الفايدة والفكرة التي طرحت وقدمت واعتقد انها ستناقش بقدر من الجدية وايضا الية التمويل العقاري الوحدات تحت الانشاء على كل حال هنفضل متابعين لهذه القضية واعتقد انه امر مهم جدا انه يكون فيه كل المبادرات اللي ممكن تدعم حركة الاقتصاد هي المبادرات باتة الاولوية وباتة الاهمية الكبرى اننا ننقشها ونفهم تفاصيلها كان معنا على الهاتف دكتور احمد شلبي رئيس المجلس العقاري المصري بعد الفاصل نكمل مع حضرتكم التاسعة صحيح مصر لكم خير مرة تانية طول الوقت بنتكلم عن التحول الرقمي بكل تفاصيله والتحول الرقمي مش مجرد عنوان نفرح بيه ونقول انه احنا في الرقب العالمي لكن هو جزء من جودة الحياة وجودة الحياة بكل تفاصيلها وبالمناسبة وهو جزء أيضا من القضاء على الفساد بكل صور فتتطمن لما تلاقي أنه بلدك بتتحرك ناحية التحول الرقمي يعني من أيام قليلة كده كنا ناس كتير زعلانين بسبب موضوع الفاتورة الإلكرونية وانتوا ليه بقى وانا قطاعات كل قطاع يقولك يقاوم في حالة من المقاومة الشديدة للتحول الرقمي بكل تفاصيل ولأنه هو ببساطة فيه قدر كبير من الشفافية قدر كبير من أنه الناس لازم تمشي صح وبنسبة الشفافية والناس تمشي صح فيه خبر يمكن يخوف أي حد متجوز على مراته أنه تم تسهيل استخراج يعني صحيفة أو القيد العائلي بقى سهل جدا ولا هنروح ولا هنقف في طوابير ولا شبابيك فيه تطور مهم جدا وزارة الداخلية ماشي بسرعة جيدة جدا قدر أقول فيه ملف التحول الرقمي الخدمات اللي بتقدمها مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية كتيرة جدا وأهمها الخدمات اللي بتتقدم بدون التعامل مع الشبابيك رائعة تم إضافة خدمة القيد العائلي وتإتاحة خدمة المكينة الذكية للقيد العائلي للقيد العائلي فوري ورقمي موجودة فين بقى هذه الخدمة المميزة في مركز القطاع النموذجي في ديوان القطاع في العباسية وفيها تحصيل نقدي يقدر المواطن ببساطة جدا زي ما بقول لكم كده يروح يقف قدام المجنة يدفع الرسوم ويستخرج القيد العائلي في نفس اللحظة خبر حلو لكل اللي ماشي كويس وخبر يقلق كده لأي حد مخبي حاجة على كل حال التحول الرقمي هو شأن الدول والمؤسسات والقطاعات اللي عايزة تتقدم واللي عايزة تمشي صح بعد الفاصل نتكلم كمان على الجزء أو فقرتنا الرئيسية النهاردة عن أزمة قطاع السيارات زي ما كنا نتكلم عن القطاع العقاري والتمويل العقاري بكل تفاصيله أيضا سوق السيارات المصري في أزمة لا يبدو أنه ستنجلي قليلا إلا بتدخلات جريئة شوية من بعض الناس وأعتقد أنه في ناس هتكسب كتير في الوقت اللي جاي بفكر حضراته كده قبل ما نشوف الفقرة أنه من أسبوعين بالزبط قرينا خبر عن أنه في 20-30 أوروبا ستتوقف عن إنتاج السيارات اللي هي بتعمل بالبنزين يعني فبنت بتتكلم عن 8 سنين هتختفي هذه الأنواع من السيارات فأنتم بتتخنقوا على إيه؟ ده سؤال كبير وهنتكلم كمان عن السيارات الكهربائية بعد الفاصل بشرفنا المهندس جمال عسكر خبير السيارات ورئيس لجنة الصناع بنقابة المهندسين كتار الشباب بيتم على مرحلتين الأول البنات بينزلوا معنا في مدينة الأقصر قام في المدينة الشبابية بتاعتنا في الأقصر وبعد كده الشباب بيتوجهوا إلى أسوان فيه برنامج سياحي سري جدا في الأقصر الهدف منه طبعا التعرف على كافة المعالم الأسرية وما يميز كل محافظة طبعا بتتحط كأنها جوة كل قلب كل الشاب لأنه جات له فرصة كبيرة أنه يتعرف على حضارة بلاده وكمان الرحلة مدعمة بشكل كبير جدا من خلال وزارة الشاب ورياضة أعرفنا عن ثلاث دعوة وزارة الشاب ورياضة عن ثلاث صفحة فيسبوك طبعا فتبانا وطبعا دعائش عظيم وحاجة حلوة لنا طبعا والمصر الفكرة حلوة جدا كسعر وكموضوع أول تجربة لي الصراحة أنا وإخوتي فيا رب تبقى على خير يعني إن شاء الله بصراحة حاجة عظيمة جدا وحلوة وكمان مش غالية ومتناول للشباب وأنا عرفتها عن طري النبت وأرايك دي مش أول سنة نطلعها نطلعها طلعنا مع الشباب ورياضة من كم سنة وهي بصراحة طحفة جدا أنا عرفتها من على موقع الوزارة أصلا وحقيقة إحنا بنعملش حاجة برار برنامج إحنا فعلا البرنامج في كل حاجة مش مديلنا فرصة نعمل حاجة من كتر ما هو طحفة إحنا قدمنا برضو من على جروب من على الفيس إن يقتبع الشباب ورياضة وبصراحة فكرة لطيفة وجميلة إن هي كتأصى من المميزة حياتي إن أنا أطلع حاجة طبع أصول وأصوال البرجرام كمان حلوة جدا وفيه تفاصيل كتير حلوة كمان فكرة إن التكلفة تكون بسيطة كده برضو لو طلعتها الواحد دي هتبع مكلفة أكتر من كتير طبعا هو نهاردة طبعا بكل سعادة بنوداشن الموسم الجديد لخطار الشباب في وودي وطبعا التعاون الكبير جدا ما بين وزارة الشباب ووزارة النقل يعني معالي الوزير الحقيقة الفريق كامل مساهل كل حاجة ومش مساهل مخلي كل حاجة شكلها كويس جدا جدا والنهاردة كامل للتأكد سيد العميد حسام كمان يمكن بيوريني الحاجات الجديدة اللي موجودة حتى في محطة القطر والدفع الإلكتروني يعني حاجة مختلفة تماما وشكل القطار نفسه وحتى إن شاء الله الوصول بتاعه أكيد يعني الشباب المصري أصبح علامة مويزة جدا إنه هو رحلة الشباب من خلال قطار الشباب لأسر وأسوان في حالة دايماً بتكون من الإجابية ما بين الدولة المصرية المجسدة في وزارة الشباب والرياضة ورحلات الشباب باستمرار سواء قطار الشباب في لأسر وأسوان أو إحنا عملنا برنامج جديد من وجه قبلي من الصعيد إلى وجه بحري وعملنا كمان برنامج جديد إلى الوادي الجديد الشباب المصر لازم يروح كل مكان في مصر ويشوف كمان البنية الجديدة والمشروعات الجديدة اللي بتكون بها الدولة المصرية طبعاً أنا برحب معاً الوزير في محطس الكحديد وفي قطر الشباب تحديداً اللي هو دايماً مهتم إنه هو يحضر أول رحلة في انطلاق القطر والقطار ده من سنة 84 هو شغال وإحنا مستمرين مهما كان ضغوط مهما كان فيه ظروف إلا إن القطر إن شاء الله يستمر ورحلة سعيدة لكل أبنائنا وإن شاء الله يوصلوا في المعاد ويتقدر رحلة سعيدة ويرجعنا بالسلام نهني وزارة الشباب والرياضة على أساس أول تتشين أول رحلة أيمة للوجه الإبلي من خلال وزارة الشباب بيتم تجهيز القطر ده على أعلى مستوى من نظافة ومن تعقيم بيتم تعقيم القطر بالصفة مستمرة قبل قيامه عايزين للشباب تعرف يعني إيه سكة حديد يعني إيه وزارة النقل مهتمية جدا بناء على البرتقول المبرم بين وزارة الشباب ووزارة النقل إن كل الدعم وكل سبل الراحة للشباب إن شاء الله مرة تانية مساءكم خير وزي ما بدأنا الحلقة وإحنا بنتكلم عن تحديات حقيقية حصلة فيه كتير من القطاعات من دقيقة لما تكلم حضراتكم عن القطاع العقاري قطاع السيارات والسيارات في مصر ليست رفاهية بالمناسبة فأي حد بيتكلم عن ارتفاع سعر السيارات وانتو تتكلموا في العربيات والأزمة دي ده جزء من القضية لكن احنا عندنا تحرك حقيقي من الدولة وجهود حقيقية بعد كوب 27 بالمناسبة مصر ما زالت رئيسة ملف البيئة لحد 23 لحد السنة اللي جاي لحد ما تسلم الامارات فما زلنا على رأس أو العالم بينظر إلينا إيه القرارات اللي بنعملها وإزاي بنكمل فالصناعات النظيفة والطاقة النظيفة دي حاجة لاغن عنها والحديث عن السيارات الكهربائية ومستقبلها في مصر احنا متشرفين أنه يعني في شخص عزيز علي علي شخصيا وعلى كتير من المشاهدين مهندس جمال عسكر خبير السيارات ورئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين أنا بفرح ومبسط وهستفيد لما حديك تكون موجود معنا نورنا نورنا بشمارس أنا خليك خير أحاديك وكل السادة المشاهدين الأول أسأل السؤال الدبلوماسي الهادي ولا أدخل في الموضوع على طول نحن نريد أن نشتغل بمبدأ على الهادي يا زباة طيب يبقى نبقى له طوف الهمية الاستراتيجية ليه أنه يبقى عندنا سيارات كهربائية في مصر ومن ناحية تانية المقاومة العنيفة من سوق السيارات لأنه يحسب فيه إيه نحن متأخرين كده لإيه تمام الأول بس نقول إيه أن مصر عملت حدث كبير كده نتكلم عن الكابتوانديس أفا الناس كلها أغلبيتها إحنا عندنا مشكلة بس في مصر ما بنصقفش المواطن فيه ناس كتير تسوي يعني إيه كوب يعني ته السبع وعشرين ممكن المؤتمر السبع وعشرين طيب الكوب ده اللي هو الكونفرنس ببرتيس ملتقى الأطراف كل بها وكده فلازم الناس بعرفها وعرفين أن احنا عندنا في مؤتمر باريس يعني المؤتمر ده كان أساسي أنه عايز يطبق كل ما ورد في باريس فباريس بتقول أن احنا عايزين ندفع مليارات عشان نبدأ نمنع التلوث والإمبعاثات الكربونية السامة اللي بتسببها الشركات العملاقة والدول العملاقة في الدول الفقيرة لأن الدول الفقيرة ما بيهمها الإنسان الدول المتقدمة بتبحث عن الهومان كابيتل أساس قيام الدول هو وجود طاقة بشرية مش هزيلة يعني صحتها كويسة متعلمة كويس قوي عشان تقدر توصل في كل مكان هتستغربي لما تسمعني في شركة عندها 170 ألف موظف منهم 70 ألف موظف بيشتغلوا في البحث والتطوير تخيالي احنا بنقول دايماً عندنا في الشركات كلها في الماناجمنت بنتكلم على البردكتف سطف والنبردكتف سطف والنسبة تبقى دايماً بين المنتجين وغير المنتجين بزاف النسبة بتاعت المنتجين وغير المنتجين بتبصي المئة ألف وسبعين ألف أقصادهم هم مش منتجين بس دول بينتجوا بإيه؟ بدأ إحنا عندنا من ده إنهم طوع الأبحاث إحنا عندنا من ده كتير قوي بس الناس اللي عندها ده في ناس كتير بتحاول تديهم كتف شمال فيبعدوا عن المنظر ونبدأ نصور اللي بيسموه بالدارج يعني الفنكوش ليه؟ إحنا محتاجين الراجل المبدع الراجل اللي في مكانه يقدر ينتج البردكتيفتي والأفاشنسي الكفاءة والإنتاجية هم نمر واحد في كل دول العالم المتقدم موافقة بس نبدأ إلا في سوق السيارات يعني الحاجة بتقوله ده كلام لطيف تكلمني عن سوق السيارات يعني الراجل اللي بيستورد أو المستورد السيارات وكيل السيارات الكبير في مصر طبعا ليه ما تحرجش بسرعة عشان على الأقل يستورد سيارات كهربائية مش هقول نصنعها في مصر هاسأل حضرتك نيجي في سؤال اللي نصنعها النقطة دي كويس قوي بس احنا عندنا مشكلة في الاعتمدات المستندية للدولة عملتها ان الدولة بتعتقد وكلمنا في الحلقة دي الفرطة اللي فاتت كلمنا قبل كده على ان الدولة بتعتقد ان السيارة دي رفها هي فعلى سبيل المثال بس سيارات كهربائية عليها إعفاءات جمهورية اتقدم اتقدم طلب عشان نجيب أكل وتقدم طلب عشان نجيب قطع غيار سيارات طبعا نأجيلك سيارات فجابوا الحاجة المطلوبة للأكل طيب كويس الأكل موجود فين موجود في الحقل في الصعيد وفي الفلاحين طب عايزين نجيب القاهرة عشان نوزعها للأسواق من أول سوق العبور ونحن ندقنين على كل الأسواق فقطع الغيار ما فيش والعربيات وقفة في التوكيلات بتاعت السيارات عبارة عن حديدة على وقفة على الأرض لازم احنا هنا بقى ايه احنا عزين نفكر خارج السندوق ده مش محتاجة تفكير خارج السندوق ده صندوق إيه ده خارج على آخر ده نايمة في الصندوق فنقول يا جماعة طب إزاي ما هي قطعة الغيار دي مطلوبة عشان دي مش رفاهية دي بتحرك العربية وكل الناس اللي عندها فليت أونر اللي عنده 30 40 50 عربية وتريلات بتجيب وتشتغل العربات دي كلها بتقف طب انت بتعمل خسارة على مين حضرتك خسارة الأكل هيبوز وكل حاجة الناس مش هتنقل بالحصان فهمتها قصد حددك في دي يعني هو حضرك شايف انه الظرف الاقتصادي العالمي هو اللي أثر على ده لكن مش هي يعني مش هي رؤية أو قرارات فردية من الاشخاص لا طبعا الناس كلها عايزة تشتغل الدولة عملت هنا حاجة مهمة جدا عملت شبكة قومية الاستراتيجية للطرق فتحت لك طرق وفتحت لك مدن وفتحت لك مناطق لوجستية كبيرة جدا بتشابه الى حد ما المناطق اللوجستية اللي موجودة في جبل علي في الإمارات طيب نعملت نين بقى طرق ممتازة مدن جديدة تفتحت مناطق لوجستية عندنا مواني خلاص نبدأ نشتغل انت عندك مشكلة النهاردة نبدأ نعمل سوء حجم سوء ضعيف انت في مصر في خمس سنوات مضت كان عندنا سبعتاشر و2018 و19 و21 و21 في 2017 كان حجم بيعات حجم مبيعات السوق في مصر 130 ألف عربية ده حدويتك شايفه ضعيف جدا 18 تكلم على 188 ألف 19 بنتكلم على 193 ألف 20 بنتكلم على 245 ألف عربية 21 275 ألف عربية لما تجيب الخمس أرقام دي تسمي على خمسة هيعملهم 150 ألف عربية في السنة ده المتواصف وهو بصراحة رقم مفاجئ بالنسبة لي لأن احنا 100 مليون لا ده رقم صادم لا فيش رقم 150 ألف عربية السعودية 34 مليون مواطن بتتكلمي تقريبا من 900 مليون عربية في السنة مع اختلاف داخل الفرد وداخل العام والنتيج حاجة كتير لكن لازم بيقى فيه نسبة وتناسب وهو السؤال الأهم مش بس السوق المحلي قدرتنا على التصنيع للمنطقة أنت بوابة أفريقيا بزدد حل طب ليه ما ناخدش اكشن احنا بس عندنا مشكلة او انا بس نلاحظ بمستوية المتواضع بلاحظ ان احنا ناخد قرار اول ما تاخد قرار هات شخص قوله الملف ده بتاعك اول حاجة في هذا الشخص لازم يكون لازم يكون عنده لازم يكون عنده مهارات التفاوض انا شفت ناس بتسافر موجودة هنا ببعرفش كلم انجلش فده عنده مشكلة هتا تقعد مع ازاي مع شركات وتقعد مع فكر ناس بقى دكتور ما فكرت ناس بقى بالتمثيل الدولي لا دي نقط عايزين لنا ملاحلقات لا دي حاجة مجال الدولي لمصر دي حاجة تانية لما تيجي تعمل اتفاقية فيه عندنا الكونتراكت مش اي حد بيعرف فيه كتب كونتراك بالذات في صناعة يعني حاجة بتقول ان احنا متعطلين بسبب ان احنا بيبقى فيه الارادة السياسية موجودة اننا طبعا نشجع صناعة السيارات وتحديدا سيارات كهربائية ممتاز وفيه قرارات ممكن تساعد ممتاز فيه قوانين بتدعم ده طب هي عطلانة عند شخص او عند اشخاص عند اشخاص ولما تودي مع اشخاص واشخاص ليهم ثقل تودي معهم تلاقي فكره راجعي كان بتاع عاشة 15 سنة فاتت النهاردة يا جماعة احنا داخلين على 23 فحجم سيارات النهاردة كل الثلاث عربيات موجودين في العالم كهرباء منهم اتنين صناعة الصين وواحدة صناعة اي دولة تاني لما تروح الصين وان روح الصين كتير مصانق بشكل ما تتخيلهوش احنا دايما لما كنا نقول ايه كل ما نروح دبي لو رحنا دبي كل يوم ديلاقي فيه حاجة جديدة بس حاجة جديدة مش في الصناعة حاجة جديدة في السياحة مثلا سبيل المثال لكن تروح الصين كل يوم في مصنع بتعمل كل يوم حاجة جديدة تكلم على ناس بتشتغل مثلا بتنتج في السنة من 16 ل18 مليون عربية انا بعد الفاصل عايزة ارجع سأل حضرتك على ان اللي نجح التجربة المغربية مثلا في صناعة السيارات دا دا انا هنقعد فيها وانا عارفة ناس كتير كمان عايزة تسمع اجابة سؤال دا مهندس بعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع المهندس جمال عسكر خبير السيارات ورئيس لجنة الصناعة من القابة المهندس اهلا بحدنات مرة تانية في التاسعة بنستكمل حوارنا حول صناعة السيارات وتحديدا صناعة السيارات الكهربائية هذا الملف اللي اعتقد انه في اولى الصناعة بشكل عام هي في اولويات الدولة في الوقت الحالي نتكلم عن صناعة السيارات هننتكلم عن انتعاشة حقيقية للاقتصاد المصري للسوق المحلي للسوق الدولي وللمنطقة زي ما مهندس جمال كان بيكلمت قبل الفاصل كنا بنسأل حضرتك على واحدة من التجارب الناجحة جدا لأحدى الدول العربية وهي التجربة المغربية ايه اللي عملوه وإيه قصة النجاح وكيف يمكن مش عايزة اقول تكرارها بس كمان البناء عليها في مصر هسأل هايك سؤال انتي لو قلت حضرتك عارفة ألن ماسك تسلا تسلا قالوا له في صين تعالى وهندي لك أرض المتر بمية جنيه وشوف الأرض انت عايزة وقال له ميجين كتير طب لغاية بوصول لغاية لما دول الأرض ببلاش طب كذا مفيش درائب طب كذا مفيش كذا طب مفيش كذا المهم جابوك قعد سنتين بعد سنتين خدوا التكنولوجيا كلها بتاعت التسلا عامليني النهاردة عربيات في الصين أحسن من التسلا option أعلى من التسلا بنص ثمن التسلا انا بديك مثال عشان قرب لك انه مش بس الاتاحة دي خلقت فرص في اللحظة دي لكن خلقت فرص للمستقبل خقدتني النوهاو وشغلت قدي ايه بقى من حجم البطالة اللي موجودة جي حاجة المغرب المغرب النهاردة بتعد الدولة رقم خمسة على مستوى العالم في تصدير السيارات للتحد الأوروبي أيام فخرنا تحدث عن المغرب بقى يبقى المغرب بتتكلم في صناعة السيارات الشركة الأم جات زارة الشركة خطوط الانتاج في المغرب عشان تعرف هم بيطلعوا الربح ده منين فلقوا الملك قال لهم مفيش جمالك مفيش درايب مفيش 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 ودهم الأرض ده هم سامحية عشان يشتغلوا عملوا ايه بقى شغلوا الشباب انوهاو كلها بالكامل اشتغلت بدأوا يشتغلوا هم في الـ R&D ويتطوروا هم بما يتلقم مع طلب يعني حديك بتشتغلي على ايه بتشتغلي على الـ demand احتياج السوق طبع الـ requirements الناس عايزة ايه عايزة كذا نعم انا شايف الشركة اللي أم بتعمل كذا لأ أنا جيب حد اجيب مطور والمطور ده ام زي ايه تحتي لما تروح يصين حضرتك تلاقي الراجل الجاه بس دقيعا وورا 30 واحد مسكين 30 أجندة و30 ألم زي ده شكل بعض مفيش حد فيهم بيتكلم خالص مشكلة الصينين الجيل القديم لا يتحدثون الانجليزية فجايبين بنتشي كده او شاب مهندس يترجم 20-25 سنة يترجم بس وينقل واللي قاعدين ورا دول كلهم بس بيكتبوا يكتبوا يكتبوا ما بيروش على القالص يكتبوا ليه؟ عشان تتعلمي مشكلة الـ leader انه لازم يبقى تحتيه sub leaders و sub leaders تحت كلهم ليه؟ عشان اما واحد يبقى مش موجود يبقى في بداله في حاجة اسمها في الإدارة اسمها delegation ازاي انا مش موجود اعمل توصية او اعمل انا نفس اتكلم معك في الإدارة انا عارف ان حضرتك عايش تشاور ان احنا عندنا قصق يعني ازمة في مش بس الازمة الحقيقة عمرها انا شخصية امي وشفتها في اتخاذ القرار لكن في تنفيذه حضرتك قلت مثلا مهمة جدا عن التسهيلات اللي الدول بتديها عشان تشجع الصناعة مبادرة ادى مثلا وكتير من المبادرات الصناعية لتشجيع الصناعة حضرتك شايف انها الى اي مدى ممكن تزوقنا زق كبيرة لقدام وتحديدا في ملف الصناعة للسيارات لانه تسهيلات ضريبية تسهيلات في الاراضي قولي نقدر نروح فين او نبتدي منين في مصر نوصل الى هذا المصر انا بس عشان ما ازعى الكيش عايز اقولك ايه اديني حاجة وقليلي اخد الموضوع ده اخدنا فيه قرار واشتغلنا فيه وطلعنا من اخر منه ايه انتاج انا بتكلم مثلا على 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 سبيل مثال السيارة اللي هنجيبها للمغتربين برا مصر هل القرار نزل في الجريدة الرسمية لغاية النهاردة ولا لسه منزلش لسه منزلش اتكلم عن مجلس الاعلى لصناعة السيارات اسم رهيب اسم يخدك ليه مش موجود طبعا انا عايزين بقى انتاج من هذا الكلام عشان يطلع في النور نجيب خبراء نجيب مستشارين يساعدوا رئيس مجلس الوزراء في الجزئية دي بالذات ليه صناعة السيارات الصناعة بشكل عام هي قاطرة تنمية للدول صناعة السيارات دي حاجة فوق الامتياز ليه انتي بتخرجي من الجامعات سنويا ما يقرب من خمسين الف مهندس خمسين الف مهندس دول منهم حوالي خمستاشر الناس هتشتغل فين هل الجامعة مفروض انها كل سنة عمل التفريخ بتفرخ تكتاكيت وفراخ والناس تكلها ولا دي ناس عايزت تشتغل في اماكن ونوظفهم باعدادهم احنا كمان عندنا مشكلة في انقبط ومسيني في بعض المعات تفتحة بتاخد ارقام قليلة جدا لهندسة دي هتعمل مشكلة كبيرة جدا في سوق العمل للمصر يبقى احنا بس بنتكلم على جزئة ايه الديني في دي ساجم ميكر رئيس الدولة النهاردة مين في مصر دي ساجم ميكر رئيس الدولة ولكن عندما ياخد القرار ده الناس اللي تحت السابليدر دي لازم يشتغلوا ويقدموا مرضود ده في تايم فريم في وقت معين لازم نخلص ايه في هذا الموضوع اللي في القطاعات المتخصصة مسميها الكي بي اي ايز او الكي برفورمان سيدي كي ترز مين بقى بيقيس الكلام ده عشان يعرف ان احنا خدنا القرار ده وعملناه هنا بس عايز اشيط بقرار كويس قوي كنا مع تعيين الدكتور سيد اندي رئيس جمعة حلوان وهو واقف على المنصة بيقول الكلمة بتاعته لما ترقى ومسك الرئيس النمعة ففيه تلت اربع طلبات تقلق قدامه اخد فيهم قرار اميديات لي في دقيقة وشاور حضرتك هتتبع الملف ده حضرتك هتتبع الملف ده ساعتك هتتبع الملف ده وترجعوا لي بالكلام ده عشان ايه نشوف اخبار ده مهم جدا ومدي كل واحد ايه مدى زمني يرد عليه في المشروع مدى زمني رئيس بتاعنا بقى استاذ فده مهم او انا عارفين رئيس ياخد مدى زمني قليل قبل موقتين ايخلص انا مهم جدا اسأل حرارك السؤال الاخير ده الى اي مدى ممكن مش بس الصناعة اللي هي نقدر نتوقع عنها في خلال سنوات قليلة لأي مدى حضرتك تنصح اذا الدولة هتمت بملاف صناعة السيارات هتمت بصناعة السيارات التقليدية او الكهربائية الكهربائية طبعا ليه احنا عندنا عشرين تلاتين اغلبية دول العالم خلاص مش هتشتغل بنزين ومش هتشتغل ديزل وقود احفوري اللي احنا بنوه اي شركة في العالم بتديكي تحزير بتقولك انا من سنة كذا هشتغل عربية كهرباء فخد بال حضرتك ان انا بعد سنة كذا مش هتدي لك قطع غيار البرندات اللي هي من غير برند بيشتغل بيديكي قطع الغيار كبي شبه القطع اللي موجودة عندي فهم بره بيفكروا كويس جدا والموضوع بسيط جدا بالنسبة لهم لكن انا بقول لما اتخذ القرار طب خلينا احنا نقول فكرة النهاردة و احنا عادين مع بعض انا النهاردة في مصر مثلا عندي سبعة مليون تك 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 تقريبا هل انا لو جبت النهاردة للدكتورة دينا جبت لها مستثمر قلت لها انا عايز قرار سيادي من الدولة يقول احنا هنجيب حد يعمل المشروع from a to z يموله from a to z بس الناس تديله تسهيلات وتديله كل السقف بتاعه وهو هيبدأ يشتغل على الموضوع ده انا مش ممكن اجيب حد موضوع الدولة بتشتغل عليه يعني جات بالاستثمارات بالطريقة دي حضرتك كمان نويت وقلت احنا مهمتنا التسهيل حال انا عايز اتكلم من مشروع زي ده في مليون توك توك بتكلمي في حدود 8 مليار دولار انا لو اجيب لك الممول ابو 8 مليار او ب10 مليار ويشتغل يعمل لك مركبة كهربية خفيفة بديلة عن التوك توك هتحميك من التلوث تحميك من الحوادث زي ما حضرتك فعلا قلتني في الفاصل مش الحل ان انا اقول ايه لغي التوك توك الحل ان انا اقدم بديلة لازم اليابان علمونا ازاي تدي المشكلة ومعها حل ونشوف الحل كويس ولا ايه لو احنا عايزين نعدل لانا نعدل عليه شوية عشان يظهر بالصورة المطلوبة طبقا للرؤية كلها انا بشكرك انا بشكرك كالعادة مهانس جمال عسكر خبير السيارات تأيس لكي تصنع بنقابة المهاندسين نورتنا كالعادة بشكرك بتمنى انه في لقاء قريب يبقى كل اللي حضرتك كلمتنا عنه عن مستقبل صناعة السيارات الكهربائية ولا نعرف انه مصر من اسواق الهامة جدا لكل المفتثمرين العالمين وان مصر عندها الارادة الحقيقة لكل هذه التسبيلات ان شاء الله يعني زي مهانس جمال عسكر لغتك يا قال لأ نقدم نتائج ان شاء الله في الوقت القريب دي كانت حلقتنا من التساعة شوفكم على كل حيانة